الحوثيون ينشؤون ثلاثة أجهزة قمعية جديدة في مناطق سيطرتهم خبر متداول بالتجزئة منذ سنوات وكشف عن أبعاده الكاملة تقرير لفريق الخبراء الدوليين التابع المجلس الأمن قدم مؤخراً إلى المجلس فريق الخبراء تحدث بشكل واضح عن مخطط للحوثيين يرمي إلى توطير سلطاتهم وقمع معارضيهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم التقرير تحدث عن ثلاثة أجهزة تشمل جهاز الأمن الوقائي والمخصص لرصد حركة الحوثيين وضمان عدم فرار عناصرهم من الجبهة ويقدم هذا الجهاز تقاريره إلى زعم الميليشيا عبد الملك الحوثي أما الجهاز الثاني فقد تشكل من دمج جهازي الأمن القومي والسياسي ليحمل اسماً جديداً هو مكتب الأمن والاستخبارات ومهمته الأساسية تتمثل في البحث عن تهديدات محتملة من خارج الميليشيا الحوثية أما الجهاز الثالث فيأتي معبراً عن توجه صادم للعادات والتقالد والأعرف المجتمعية في اليمن ويسمى الزينبيات وهو جهاز وصفه تقرير الخبراء الدوليين بالمخابراتي الموجه نحو النساء والذي يقوم بعملية الاحتجاز والاعتقال والاعتداء الجنسي وتيسير عملية الاقتصاب في مراكز الاحتجاز السرية يعمل الحوثيون بدائب كبير على تكريس النموذج المستجلب من إيران ويواصلون السير في طريق يكشف في نهايته عن وضع جديد كلياً عنوانه القمع الطائفي وإقصاء المخالف بالحديد والنار لم يعد الأمر في نظر المراقبين مجرد حرث في الحقل العسكري والأمني الذي خلفه الرئيس السابق العبدالله صالح بل تسوير كامل للحقل وإحلال لأدوات جديدة بهدف القمع والسيطرة الشمولية التي لا تقبل بالرأي الآخر ناهيك عن تشارك السلطة التي تبشر بها المبادرة الدولية للحل فالجيش السابق أفرغ من مضمونه لتملأه اللجان الشعبية التي تم تكوينها حركياً على الأسس العقائدية الصارخة وأعيد تكيف الجزء المتبقي منه وفقاً لهذه الأسس وكذلك الأجهزة الأمنية الجديدة التي توسلت التطرف العقائدي سبيلاً لمواجهة الشعب اليمني وجمهوريته ومبادئها العظيمة التي يتأسس عليها بنيان المواطنة اليمنية لا فيد